على فكرة على خلفية التعامل مش بس من قبل الأفكار المتطرفة في مصر اللي هنشوف مثال لها كمان شوية في أحد الأشخاص اللي بيدعو لتفجير كنايس بدون سبب أو بدون داعي لمجرد أنه هو صحي الصبح إلا أنا هفجر كنيسة التعامل برضو الدولة مع الإرحاب بمعنى للأسف لما بتحصل أحداث طائفية في مصر وبيشتهد فيها أباط بيطلع مصادر مسؤولة أمنيا تقول اللي ما نقام بهذه الحادثة مختل عقلية لدرجة أن الاستوانات دي من كتر ما اشتغلت بقى اللقابات حفظينها قبل ما تتقل أول ما بيشوفوا حادثة اعتداء على إبتي أو أسر إبتية قتل أو محاولة ذبح أو ما غير ذلك هما اللقابات من نفسهم بيطلعوا سوش يقولوا هيطلع الأمن كمان دقيقة يقولك إيه مختل عقلية وتحس الأمن ما بيكدبش الخبر بيطلع فعلا يقولك آه ده العامل الحادثة دي مختل عقلية شوفنا كلا في أحداث كتير ده احنا هنحصر إيه أو إيه ده أنا في مرة في أحد حلقات البرنامج حصرت 22 حالة استهداف لقباط وقتل واشراع في قتل ويطلع برضو يقولك ده الجاني مختل عقلية تعالوا بقى نشوف تعامل الخارج مع الأحداث الطائفية عامل إزاي كنا رصدنا الإسبوع الفات مع نائب بالبرلمان الكندي شريف سبعوي حدثت استهداف أسرة مسلمة باكستانية في كندا في ولاية أو مقاطعة أونتاريو والشخص اللي قام بدين الحادثة قام بدهس الأسرة لمجرد أن هم مختلفين شكلا يعني عن المجتمع الكندي واعتقد أن هم مسلمين أو غير كنديين فقام بدهسهم أدى الوفاة أربعة وإصابة الشخص الخامس طلع بعض الأبواق الإسلامينجية أو الإسلاميين في مصر يقول لك إيه دا شفت بقى وهو كندا عايزة تخبي وما شفت نعتذر من رئيس وزراء ولا في أي حاجة ولا هيتحاكم ولا ما فاتش أسبوع وفي خلال الأسبوع دا رئيس الوزراء الكندي مع ممثلين من الحكومة الكندية على رفيع المستوى قاموا بحفل تأبين للأسرة المسلمة وفتح باب التعويض أو التبرع للأسرة دي والمتبك منها لأن كانوا أربع أفراد هم حوالي سبع أفراد للتبرع عليهم لتعويضهم عن هذا الحاجس كمان أصدر القاضاء الكندي خلال الساعات ماضية النيابة الكنديية في توجيه طهمة الإرهاب الإرهاب لشخص الذي دهس للأسرة المسلمة حيث أعلنت النيابة الكندية خلال جلسة منعقدة يوم الاثنين الماضي أمام محكامة لندن بولاد أونتاريو الكندية توجيه طهمة الإرهاب للشخص الذي قام بعملية دهس الأسرة المسلمة أدى إلى وفاة أربع أفراد منها في السادس من يونيو الماضي وتقطع الألسن على هؤلاء الذين يقولون أن لا مش هيتحاسب ومش هيتهم أو أن فيه تجليس أو فيه إخفاء ولا حاجة العالم كله انتفض من أجل هذه الحادثة ورئيس الوزراء أعلى منصب رياسي في كندا وتابعه كثير من الممثلين الكنديين قاموا بحفل التأمين وتفتح تبرعات وترفض هذا الحادث الطائفي تماما طب تعالوا نقارن ما بين الأحداث اللي بتحصل في مصر طائفية والمعاملة وتعامل معها أمنيا ودوليا أو الدولة الحكومة بتتعامل معها زي وتعامل مع هذه الحادثة ترجمة نانسي قنقر